بمسلسل أحمر مع المخرج جود سعيد كان إلك دور قدرات تمثيلية أهم من اللي قبل من ابتدي من الحكاية واللي قبله جسدت يمكن أيام شبابه لعباس النوري بتصور كيف كانت وقفتك قدام جود يلي هو كمان مخرج سينمائي وشاب دي كنت تمسع أو مطوع صح التعبير لتعليماته ولا غيره يعني هل أشوف بأول شي يعني أنا لما فت على الوكيشن بوقتها جود يعني أخذني هيك شباب لك أرفت حكينا بالموضوع ابو الجود تحياتنا إلوز حكينا كان ضيفنا على القلقات قبل حكينا حكينا يعني إجا حكي لي أنه أنا البرسبكتف طبع هذا المشهد شايفه كيت 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 فهو شرح لي إخراجيا أرفت لأنه يعني أنا فهمت عليه فأنا طلت له آه أوكي بدأك تقوله بالأرك من هون وقتك عنا عم يحكي لي عن الكاميرا كيف فيديو يحركها ستتحكوا إخراج حكينا تمام فهو حكي شرح لي المشهد كيف هو نفكر فيك مخرج which is great يعني أنا مسبق لي بالعكس يعني بقدر شوف معك أرشو يعني بقدر شوف معك مساحة الدور لم تكن كبيرة بما يكفي لقدر اختبر على أرض التجريب إذا بدك مفهوم علاقة المخرج يعني علاقة المخرج مع مخرج عم يحاول يعمل ممسل بمجاعة ما كان في مساحة إذا بدك لحتى نفهم هاي الآلية ما لحقته ما لحقته ما لحقنا ما لحقنا ولكن كان في بقلك يعني كان في تفاهم إذا بدك بلغة مختلفة بجوز هي تختلف عن لغة إدارة جود لممثل آخر يمكن لأنه في هالنقطة مشتركة لأنه فيه نقطة مشتركة بتفضل مخرج عتيق ولا مخرج شباب لك مثلك أصدقني ما كتير بوقف عندها بس لقلك فيه نقطة بديقلك على فيه آلية بتختلف يعني آلية تفكير إن كان بطريقة أعطاء الأمر أو التعليمات تماما في نقطة أنت قلت بس لأرجع عودة إلى لأنه بوقف راسي عندها شوي هي فكرة إنه لما فت على اللوكيشن قديش تنصاع للأوردر هلأ شوف لما بدك تفوت على اللوكيشن كممثل لازم تعرف تماما شو المكان يلي مسمح لك فيه إنك شو مساحتك كممثل يعني اليوم أنت ما فيك تفوت على اللوكيشن والله لأنه أنت عندك تجربة بالإخراج فأنت بيحقلك أنه أنت تتدخل بتفاصيل تخص المخرج بحد ذاته ولكن إذا كانت نابعة من تفصيل ممثل يضيف للمخرج ما فيه أي مشكلة بالعكس لأنه أنا بتقبلها بالنسبة لي ما بتتدخل كمخرج لا ممنوع ما فيك لأن نشوف هاي بالآخر وجهة نظر أنت اليوم طالما قبلت ووقعت على وجهة نظر معينة أنت بدأت تفوت عليها بدأت تكملها ما فيك تجي تقل لي ووقعت على وراء بس أنت صرت هون إن يعني آه طبعا طبعا بس بالنهاية لألك هاي وجهة نظر أي مخرج اليوم أنا لأنه بحب أنه يصير فيه احترام متبادل بوجهات النظر مع الممثل بيصفي كمخرج اليوم لما بدأت تفوت كممثل مع أي مخرج تاني أنت قد يعني بجوز يدور حوار بينك وبين المخرج حول مشهد ما أوكي أنت فكرت بتفصيل ما حبيت تضيف أنت بجوز لأنه أنا بحب يعني أنا مثلا أنا شخص بحب إسمع الممثل بحب أعرف إذا عنده اقتراح آآ لمزانسين المشهد ولكن بما يتوافق مع آلية النص ومحور الشخصية آآ هذا بيضيف للعمل هذا شيء منيح بس ما بيجي بتدخل بزاوية الكاميرا بحركة الكاميرا الي هي من أساسيات آآ إدارة يعني أساسيات الشغل المخرج وصلت الفكرة شاركت ببطولة المسلسل المقابلة مع سيد أدم مثل ما حكينا عنها بشخصية معتصة بيرتكب جريمة قتل وهل عمل كان نقطة تحول بمسيرتك التمثيلية بنا نقول قدمك كثير بشكل صح ناس حبتك ناس كثير كرحتك على الدور يعني على الشخصية بشاهدة نقاط يمكن ليه تأجل هلأ العرض المسلسل مع الممثلتوه يمكن ايه تمام هلا مو كل مو كل المشاهد للأمانة بس بنسبك أنا خلصت تقريبا أغلب دور يعني ما بقي كتير عندي شغل بس للأمانة بعتقد أنه المخرج هو طلع صرح عن فكرة أنه هو أمور انتاجية أمور خاصة فيه بشكل شخصي انسانية وشوف طالما دائما أنا كتير مع هيا الفكرة طالما رأس العمل صرح بتصريح ما تجاه ظرف ما أوكي صار أعتقد أنه من المفروض أنه الكل اللي التزم بي والتزمتو؟ والله ايه أنا ما حكيت ما حزيته امتعاض يعني خارج الموسم الرمضاني الكل اللي عم يتنافس ما نكون موجودين كممثلين أنا من نسبة لي ما بتفرؤ معي لألك ياه لأنه أنا بصراحة ما أنا مع فكرة أبدا منافسة برمضان يعني أنا ضدها بالمطلق إذا بدك وحتى بشوفها بمنطق ما تفهمني غلط بس كتير بشوفها بمنطق إن شاء الله يعني أنا إن شاء الله ما بشتغلها بصراحة بالله ياه إن شاء الله ما أضطر هذا السبب أنك عرضت قيد مجهول قبل أيام يعني قبل رمضان هذا كمان بتنسيق مع شركة الانتاج ولكن صدقني اليوم ليش بقلك إنه نحن جيلنا هو جيل يحتاج إلى نوع مختلف من الدراما اليوم اليوم ما فيك تقدم لنا 30 حلقة اليوم 30 حلقة مع احترامي لجميع العمال طبعا ومننا اللي هلأ عامل ترند وعمل نجاح ساحق على السوشيال ميديا ولا بين الناس ولا كذا ولكن على الصعيد الشخصي بقلك ما بتغريني فكرة أني أنا أشتغلت 30 حلقة أحكي فيها حكاية هي بقدر أحكيها بـ 8 حلقات أعرف ما شو أصدي يعني ما أنا مضطر إذا بدك حتى أني روح لهذا المكان لحتى فوتوا نافس والمخرج الفلاني صار ضدك وهذاك طلع بالريد تبعه وأنت شو صار بالريد تبعك ما بديها وإذا يوما ما بتخاف بتخاف مو بخاف بس ما يعني بحسة مهينة للشرط الفني يعني أنت اليوم جزء من صناعتك أنك أنت تقدم محتوى هلا أنا هذا المحتوى بقدمه مو لحتى أغيز فيه فلان ولحتى أطلع فوقه ولصير ريتنج أعلى ولصير مخرج أهم أنا بعمله لأني أنا بحبه فليكون إله مساحته الحقيقية من العرض اليوم ما بيجي بزركم بين 6 ألاف مسلسل أنا آسف أي حد عم يحضر مسلسلات اليوم وللأمانة من فترة كنت عم شوف على يوتيوب بعض البرامج اللي هي تعنى يعني بيستلموا المسلسلات وبلا بلا بلا وبيحكوا عليها في منهم طالين عم يخبصوا بالحكي لأنه ما ععدوا حضروا المسلسل يعني اليوم أنت لما ما تخضر المسلسل بس تعمل سكيب 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 تمر على كذا مشهد أنت ما حضرته حبيبي أنت ما فهمت شو الدراما نجواته فبالتالي ما بيحق لك تجي تقيمه عم بحكي عن مسلسلات رمضان حصرا يعني ولكن اليوم لما تجي أنت تحاول تصنع مادة فنية لتقدمها للجمهور بوقت ما يا أخي مغيب خارج السباق الرمضاني تفضلوا شوفوا عندكم وقت وما عم في غيره وما نكون مزروكين وما نكون حاسين بشعور أنه هذا أحسن لا هذا أنا بحب هيك ما بيعنيني أبدا شو تابعت خلال رمضان للأمانة مش عم ما كتير هيك تماما للأمانة كامل كامل ما تابعت كامل كامل كمسلسل كامل إنما ما تابعت لأنه مضغوط بكم شغلة عم ساويون ولكن كتير لفت انتباهي لمسلسل لعبة نيوتن بشكل كتير كبير مونة زكي مونة زكي أكيد وشوف المخرج تبع هذا المسلسل هو تامر محسن أنا ما بعرفه بشكل شخصي ولكن عم بتعرف عليه من خلال شغله يعني زلمي أول شي بالبداية أنت لما تعرف أنه مشارك بورشة الكتابة فهو أساسا مأشرف على وهي قصته حسب ما فهمت مأشرف على خط سير الأحداث للشخصيات فبتلاقي الشخصيات كلها عم تنبط يعني الشخصيات كلها عندها مدى وعندها أثر عم تتركه عند المشاهد بأي مشهد بيساوه هذه الأقالية كتير صعبة فعليا وأنت عم تعاملوا 30 حلا يعني شابوه أنه عم يقدر بـ 30 حلا يعمل هذا العنصر الضغط إذا بدكوا عنصر المتعة وعنصر الارتباط الوثيق بين الممثل وبين المشاهد باللي تابعته كايبين عمل أقل من 30 لعبة نيوتون على أكيد ما في تجربة ما بتنعامل أقل وأنا برأيي أساسا حتى المخرج ذاته يعرف أنه لو كان رايح لشرطية أخرى مختلفة كبلاتفورم أكيد كان كثف وكان ذهب إلى بجوز حلول مختلفة بس ولكن عم بحكي أنا عن ذكاء التعاطي مع الفكرة بحد ذاتها يوجد ذكاء بصراحة مستفز يعني لأنك تشوف أنه يا أخي يعني أنا بتمنى أشوف نص بصراحة يعني هالأد هو محبوك هالأد هو مشغول عليه هالأد هو يعني تفاصيله يعني أنت بتقول لي لعبة نيوتون شو فيه يعني شو فيه جواته هو قصة مرة طلعت تولد بأمريكا تولد بأمريكا وعلقت بأمريكا ورجعت بعدين زوجة واحد تاني إذا بتشوف القصة إذا بقراها كلوغ لاين هيك كسطر تعريفي عن المسلسل ما بوقف عنده ما بتوقف عنده ولكن عمق الستوري لاين يكمن في تفاصيل يلي زارع الكاتب والمخرج للوصول لحتى تصير شخصية فجأة جزء منك أنت كمشاهد وهذه كثير مسألة حساسة وصعبة وستديني مو دائما بتزبط لأنه قديش لك تخلي الشخصية بتشبهك وهي مرع حامل فهي ما بتشبهك ولكن إحساسها وشعورها وتفكيرها تكتب بلسان حالة تماما فأنت بتصير تلاقي حالك أنت صار جزء أساسي من هاي الشخصية نعم قبل ما كفي بي بي موضوع تاني وعدت بي بكم من الشر أكتر بمقابلة مع السيد أدم فينا نكشوف شي عن أنت وديالة العباس أنت ورنا شميز تحياتنا إلى أكيد في شيء أكتر من اللي عملته إجرام قتل هلأ شوف ما بدي ما بيحقليك شوف خلينا نكون حقيقيين يعني بهذا الموضوع ولكن أعتقد في جانب جديد بشخصية موطصة ما تقلي بيصير منيح لا رح قل لك في جانب جديد ما رح قل لك شي عن بعد هاي نقطة عارف في جانب جديد حب المخرج يقدموا بهي الطريقة كتير احترمت التوجه و يعني فادي سليم يعني صديقنا هو حدا ريزكي يعني هو حدا بيخاطر بيكب حاله بيقصص انت بتصفون اول لحظة بتطلع بتقول له اوكي وانت خلاص رواءة معك ارتيفة فتنة ارتيشو اصديفة بتندم وبعد شوي لا 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 سديني انا بالتجاربي كلها مع فادي اللي عملتها بيكان لحظات او كانت مقابلة مع السيد ادم عن هو والجواك تماما تماما ما كنت ابدا نادم يعني بالعكس فادي بيعني بشو بيقوله بمعنى برحلة ارتيشو اصدي خلاص بيشتح فيها بيرحلة وبيفتحلة ارتيشو اصدي فهو هذا الشي بصراحة يعني انا بحب انا بحب وانا بحابب ان شاء الله ان شاء الله انتظار الجزء التاني اشتركوا في القناة